في الوقت مشاهدين نسيب حضركم مع موجز لأهم الأنباء التساعة صباحا مع لمية حمدينة فضل إله شكرا لك أحمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرصة على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا انطلاقا من اهتمام مصر بالدفع التعاون بين الجانبين لما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من مديرة صندوق النقد الدولي من جانبها أكدت جورجيفا زعي الصندوق نحو مواصلة أطر التشاور والتنصيق مع مصر لإبراز شراكاتهما البناء أخدا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين وأشهدت مديرة صندوق النقد بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يظهر الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلحقة أكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت مستعدة للقيام بوصصة بين طرفي الأزمة في السودان شرط أن يكونوا جديين في مسألة الهدنة حسب تعبيرها وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدة في التزام بوقف إطلاق النار وكانت القوات المسلحة السودانية قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة بسبب عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق واستمرارها في خرق الهدنة صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق صقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وصوت لصالح مشروع القانون 314 نائبا مقابل 117 صوتوا ضده ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غصون خمسة أيام على الأكثر أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لصالح القوات الأوكرانية وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن حزمة المساعدات الأمنية تتضمن قدرات دفاع جوي كبيرة وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ والمدفعية عالية الحركة والأسلحة المضادة للدبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة قال حاكم مقاطعة بيلغورد الروسية إن أعددا من الأشخاص أصيبوا في قصف أوكراني على بلد تأشي بيكينو في العاصمة الأوكرانية كييف أفدت الإدارة العسكرية بأن هجوما ليليا على منطقة شرق كييف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم إثنان من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة في الضواحي الشرقية للعاصمة وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص قال الأمين العام لحلف الناتو إن كل الأعضاء يوافقون على أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف وأضف أمين عام الناتو خلال وتواجده في أوف سولو قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجيات دول الناتو أضف أن كل الأعضاء أيضا يوافقون على أن موسكو لا تملك حق الاعتراض على توسيع الناتو نددت موسكو بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمسة على أراضيها معتبرة ذلك خطوة استفزازية وتوعدت بالرد وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من روسيا رياضيا تعادل فريق الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاذ عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 29 مباراة مشاهدين انتهى موجز التساع وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة